أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية محقيقة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة وعبرت اليوم مائة وسبع سفن من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها ستة ملايين وثلاثمائة الف طن وأكد الفريق ربيع أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستعابية للقناة ورفع جهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة